سيكون يوم يوم السبب إن شاء الله الخامس من أيلول من عام 2020 هي الجلسة الأولى الساعة الواحدة فبالتالي سيبدأ مجلس النواب فصله التشريعي أهم المهام الموكلة لمجلس النواب في هذا الفصل التشريعي بكل تأكيد هو قانون المحكمة الاتحادية سواء في إضافة عضو لهذه المحكمة أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية والقانون الآخر هو قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وأنا أعتقد أن هذين القانونين في غاية الأهمية فضلا عن ذلك منالك عمل جاد حقيقي ومهم للتعديلات الدستورية فضلا عن قانون الموازنة التحادية لعام 2021 بالتالي مجلس النواب أمام تحديات كبيرة جدا فضلا عن دوره الأساسي في عمل الرقابي من خلال استضافة رئيس الحكومة والوزراء في هذه الكابينة الوزارية وبالتالي أنا أعتقد أن مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي سيقع على عاتقه أعباء كثيرة مع التأكيد أنه نعم هناك تأثير للعامل السياسي بشكل واضح في تعطيل عمل مجلس النواب في الفترة الأخيرة مع بيان حقيقة وجود جائحة كورونا التي أصابت العديد من أعظام مجلس النواب والعديد من الموظفين التابعين لدارة المجلس وبالتالي أعتقد أن هذا التأخير وجرس اندار لمجلس النواب وعليه أن يكون جادا وفاعلا طيب سيد ريال وهو قادم على أن يكون في هذا المستوى ترجمة نانسي قنقر